الميزانية 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 أو بالعربي الميزانية كم الروس الآية يتم فيها إياث منسيب الحاجاتعالية التي تردفها مثل المباني والمآزم حاجات من ذلك القبيل طيب هو في الاول بيستعرض طرق مختلفة قبل طريقة الميزان نفسه اللي قدر اعاين بها المنسيب زي مثلا طريقة التوتال ستيشن طيب طريقة التوتال ستيشن دي بيبقى جواء ايه؟ بيبقى جواء تيودوليت ومع تيودوليت بيبقى موجود EDM عن طريقة التوتوليت والدم اللي جواء التوتال ستيشن بيقدر اعillah بيقدر اعاين الزاوية لو مثلا قلنا المبنى هنا اهو بقدر انه اعاين الزاوية عن طريق التوتال ستيشن وبقيس مسافة ميلا عن طريق اللي جواء التوتال ستيشن تمام وبقوانين حساب المثلثات بقدر ان انا اعرف الارتفاع ده اللي هو ايج يبقى انا كده قدرت ان انا اعين الارتفاع عن طريق التوتال استيشن طيب الطريقة دي فعالة في الاماكن اللي مش هاعرف وصلها جبل مأزنة حاجات شاهقة مش هاعرف وصلها طيب تاني طريقة بيقول لي مثلا اسمها بارو متريك ليبل واضح من اسمها طبعا ان هي عن طريق الضغط انت عارف ان في علاقة عكسية ما بين الضغط والارتفاع ان كل من الارتفاع يزيد الضغط يقل فانا لو معي بارو متر لو معي بارو متر وقدرت ان انا احطه فوق نقطتين مختلفتين يعني هنا بارو متر وهنا بارو متر عن طريق اياس الضغط هنا في المنطقة دي والضغط هنا في المنطقة دي تمام ومعرفة العلاقة اللي بين الضغط والارتفاع اقدر ان انا بكل سهولة اجيب فرق المنسوب ده اللي هو سمي اتش تمام دي طرق مختلفة طبعا وفيه طرق تانية بس ايه يعني انا انا قلت اختر لكو الاهم طيب جهاز الليفل بقى نفسه اللي هي بيسموها عملية التسوية بالميزان جهاز الليفل او بيسموه بالعربي الميزان جهاز الليفل ده بيتكون من ايه اصلا مفيش هو جهاز تمام هنقول مكوناته وبيقف على تمام ولو حاجة اسمها متر القام طبعا الرسم مش دقيق بس تعال بقى نرسم الرسم الدقيق طيب مكونات الليفل هي ايه اولا قبل ما اقول مكوناته عندنا نوعين من الليفل في نوع منهم شائع جدا والنوع التاني مش شائع خالص كانوا بيستخدموه زمين النوع الاول اللي هو الدمبي ليفل الدمبي ليفل ده اللي احنا بتشوفه في ايه هده في الكلية فاعمال الرافع المساحية اللي بتتم جهاز كلية ده دمبي ليفل بيتم بيه تمام وحاجة اسمها التلتينج ليفل التلتينج ليفل تمام وفي حاجة تلتة طبعا اسمها الديجيتال ليفل الميزان الديجيتال او الميزان الرقمي تمام عشان ما اخشش بس طيب ده الشائع ده مش شائع ده شائع عند الناس الاغنية يعني الناس اللي تقدر تجيب الميزان الرقمي تمام يعني الميزان الرقمي ده هو هو الدمبي ليفل بس تلدام بليفل انالوج لكن الميزان الرقمي ديجيتال طيب تعالوا نتكلم عن الغير شائع وبعد كا نتكلم عن الشائع التلتينج ليفل ده هو ميزان عادي خالص فيه عدسة عينية وعدسة شائعية هنا تمام بس كل اللي فيه ان العدسة الشائعية دي بتتحرك فوق أو تحت تمام حتى ميزان الافقية بتاع انت تقول لك ان جهاز مساحي فلازم يتضبط له افقية طبعا مش هزبط له تسامت لان انا بقيس ارتفاعي طبعا مش هزبط تسامت هزبط افقية تمام حتى ميزان الافقية بتاعه غريب جدا تمام ليه؟ في الميزان الطبيعي الدمبي ليفل زي ما نتكلم بعد شوية هيبقى السيركلر بابل طبعا فاكرينه من التيود ليت تمام؟ لكن في التلتينج ليفل حاجة غريبة جدا بيبقى شكلهم عامل كده او بالتبادل بتثبيط الجهاز بطريقة معينة انا المفروض اخليهم الاثنين يعملوا حرف يو كده يبقوا على استقامة بعض المفروض احول من هذا الشكل عن طريق انا بظبط مصامير التسامت بظبط مصامير الافقية مش تسامت سوري بظبط مصامير الافقية اللي ف الجهاز ميبقى بلعبش في التريبود خادص في الليفل بظبط المصامير تمام؟ فالنوع ده غير شائع الاستخدام الثالثنينج ليفل ده غير شائع الاستخدام تمام؟ هو 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 الميزان الرقمي بزبط بس كل الفرق ان العدسة الشائعة دي بتتلع فوق بتنزل تحت بتتحرك بعيد عن محور الجهاز الوفقي تمام؟ صحيح الدمبي ليفل اللي هيجرع على الدمبي ليفل هو هو اللي هيجرع على الميزان الرقمي بالزبط او الديجيتال ليفل الفرق ما بينهم كله بيبقى فشاك لمتر القامة طيب تعال نشوف الدمبي ليفل هرسم كروكي بيبقى فيه هنا عدسة عينية وبيبقى موجود عليها الفوكس تمام؟ بعد كده نطلع فوق شوية بيبقى فيه هنا جن او ماشين كان تمام؟ و بتنزل على العدسة الشقيقية او ماشينة تمام؟ وبيبقى فيه هنا بكرة بكرة البكرة البكرة دي وظفتها ان هي توضح لي الشيء اللي هرسوده فوكس للشيء نعصي الوقت الشعرتين تمام؟ وبيبقى فيه هنا مراية 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 وظفتها ايه؟ متحتي هنا والزط بيبقى فيهم مراية 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 المراية مراطة هحتاجها جدا 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 وانا بظبط القفقة بتاع الجهاز ليه؟ المفروض زي فتحة الترايبود هتبقى بالزبط قدام عيني اخلي الجهاز بالزبط قدام عيني يعني قدام العين هم؟ طيب لو واحد يعني اعلى الجهاز او وطان او مثلا كنت شغالين جبوب مع بعض والجهاز عالي الجهاز عالي ازاي؟ يعني اللي زبط الجهاز زبطو عالي ما زبطوش في المتوسط زبطو عالي اما تضبط افقية الجهاز هشوف الجهاز طويل عليك هشوف السيركلر بابل ازاي تمام؟ السيركلر بابل هشوفها عن طريق المراية المراية دي يعني اهي المراية دي لو السيركلر بابل هنا المراية دي بتعكس سورة السيركلر بابل تقدر اشوف السيركلر بابل وضعها ايه؟ طيب انا عملا اقول سيركلر بابل سيركلر بابل طيب وظيفتها ايه؟ وظيفتها ضبط الجهاز الجهاز هزبطو ازاي؟ هزبط الجهاز ازاي؟ هزبط افقية الجهاز ازاي؟ تمام؟ احنا قلنا ان اي جهاز لازم يتثبط له افقية ايه جهاز مساح لازم يتثبط له افقية السيرو ليك بيتثبط له افقية وتثامت لاني بتبقى بنشن على حاجة الارض فلازم يتثبط لي التثامت ويبقى الجهاز vertical على الارض وبنشن على حاجة الارض وكمان بقيه زوهير عصي زوهير افقي فلازم يبقى الجهاز متثامت او عموله central تمام؟ هضبط الجهاز ازاي الـ level قال لك بسيطة جدا لو قلنا ان دي قاعدة الجهاز طبعا اللي في النص ده بيبقى مصمار تركيب الجهاز مصمار تركيب الجهاز اللي هو بتبقى حاجة عاملة كده يبقى موجود في الترايبود والجهاز نفسه بيبقى فيه المكان اللي هيخش فيه المصمار ده عشان يثبت الجهاز نفسه من فوق تمام؟ طيب ده المكان ده ايه بقى التلات اماكن دول التلات اماكن دول هيا البلان بتاع مصاميره الاسققية اللي قلنا عليها من شوية اللي قلنا عليها هن قلنا عليها هن تلات اما طيب زي التودريد بالزبط بالزبط بس الفرق ان انا في التودريد بازبط الميزان الطولي في ال في الليبل مفيش ميزان طولي هو السيركل البابل بس طيب همشي ازاي برضو هخلي الجهاز موازي محور الجهاز موازي المصمارين من المصامير تمام؟ بتحريك المصمارين في اتجاه واحد سواء لجوه كده او لبره تمام؟ البابل هتكون هنا مثلا وهتبتدي التحرك او العكس طبعا تبتدي التحرك كده او كده ايه تمام؟ طيب هحرك لغاية انت هحرك لغاية ما تبقى فاضع من الوضعين دوري يا اما قدام المصمار الثالث على طول يا اما بعيد عن المصمار الثالث بس قدامه برضو المصمار الثالث اهو في الجهاز يا اما هي قدامه عطول البابل ايه البابل ايه بابل ايه دي البابل نعلمها تمام؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ادخل البابل دي هنا في السنتر فهبتدي اقلب الجهاز واخليه عمودي على المصمارين الثانيين اللي انا لعبت فيهم كده المنظر ده وابتدي العب في المصمار الثالث سواء لبرا او لجوه تمام؟ لجوه في الحالة دي احرك المصمار لجوه في الحالة دي لان انا عايز ادخل البابل جوه عايز ادخلها بايد عن المصمار ادخلها بايد عن المصمار يعني اخلي حركة المصمار كده كده ادخلها لكن انا هنا عايز اقربها من المصمار فكا اني هقربها من البابل هنشوف التجاسة رايح كده كأن البابل دي بتخشي كده لكن دي البابل هنا البابل هنا بتخش في التجاه المصمار اللي هو كده فبحرك المصمار كده لغاية ما تخش وهنا بحرك المصمار كده لغاية ما تخش برده تمام؟ طيب ضبطنا أفقية الجهاز طيب عايزة بقى خلاص الجهاز بقى مستوي وبقى الجهاز عامل كده عامل محور أفقي بقى على أفقي بسه طيب يجي وظيفة الجزء الثالث متر القامة طيب متر القامة قلنا الفرق ما بين الضمبي ليفل والديجيتال ليفل هو شكل متر القامة شكل متر القامة في الضمبي ليفل هبرهه لك شكل الديجيتال ليفل بقى المتر القامة بتاوي بيبقى عامل السابق بيبقى عاملت لب الزب ما علوهوش أرقامه لأي حاجة بيبقى عام بار كود بيبقى عام بار كود كده بس الميزان الديجيتال بيسكان البر كود ده بيعمل سكان مسح للبر كود اللي على البتاع ده فيقوم تزيله الطول على طول ولياكم مسلا كده متر يكتب لك على طول الارتفاع عن طريق ان هو سكان البر كود اللي على متر القامة طبعا ده شيء للجد طبعا ده شيء للجد بس مش اي حد بيجيه طيب الطبيعي بتاعنا خبيبنا بيبقى الشكل ده بزا بيبقى الشكل ده كده بزا ده قطاع في متر قامة تمام؟ بيبقى الشكل ده كده بزا ساعات الارقام تبدأ مكتوبة كده قبل ما اشرح لقع لي بس في نوعين من الكتاب على متر قامة لكن متر قامة نفسه لا تأنواع بمعره له تلات أنواع ايه؟ لون نوع اسمه الفرنسي ولون نوع الإنجليزي ولون نوع التلات اللي هو بتاع الرقمي اللي احنا لسا قامنا عليه الفرنسي والإنجليزي ده ايه؟ كل الحكاية ان الإنجليزي بسميه المنزلق يعني ايه المنزلق؟ يعني بيبقى بيبقى طبقات كده الطبقات دي بتتمدد فبتنزلق او بتتمدد يعني بينزلق او يتمدد فوق بعدي لكن الفرنسي بيتركب في بعضه كل اثنين متر بيتركبه بعض تمام؟ طيب الفرنسي برضو في ميزة ان انا ممكن عن طريق مفصلة معينة ساعات بيبقى عمل كده وده ممكن تبقى بتشوفه في كله اكتر يعني تمام؟ بفتح بيبقى مقفول وانا بفتحه سوري انتجاه السامة ده بيبقى كده سوري بيبقى مقفول وانا بفتحه تمام؟ طيب نوعين من الكتابة على متر القناة ببقى كتابة الامطار كتابة الامطار يعني ايه الامطار؟ طيب هتعرف اولا المتر في 10 ديسيمتر والديسيمتر الواحد في 10 سنتيمتر والسنتيمتر الواحد في 10 ملي متر المتر 10 ديسيمتر والديسيمتر 10 سنتيمتر والسنتيمتر 10 ملي متر الأرر بيجي من الملي مترات في قرية القامة تمام؟ الأرر بيجي في الملي مترات ليه؟ لان الملي مترات هي الوحيدة اللي ما بقدرش اسحب دقة إلا إذا كانت الإراية دقيقة اللي أنا عايزة أسهل الإراية تبقى دقيقة فبستخدم اكسيسوريز تانية بخطها على متر القامة فبقدر رئيس بدقة جديدة جداً ممكن مثلاً أعلق مايكرو متر على قامة نفسها ودي من الاكسيسوريز اللي بتتباع تمام؟ فأقدر رئيس الملي متر بدقة جديدة جداً طبعاً كل ده في الميزان الرقمي مستبعد تماماً هو بيسكان يديك الطول بالضبط المتر بالديسي متر بالسنتيمتر بالملي متر تمام؟ طيب فبيكتب إزاي؟ بيكتب الأمطار يأمة تكتب نقط يأمة المتر يكتب بصورة بصورة واضحة يأمة عد عادي يعني إيه؟ بصورة زي ما هنعرف متر القامة ولنفترض ان ده اتنين متر يعني اتنين متره فأنا عديت واحد ديسي تنين ديسي تلاتة ديسي اربعة ديسي خمسة ديسي ستة ديسي سبعة ديسي تمانية ديسي تسعة ديسي بصورة أصد العد اللي جاي عشرة تمام؟ لأ أمكتب لك واحد بلون مختلف وابتدي عديتين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لغاية ما وصل لأ أمكتب لك اتنين بصورة واضحة برضو دا كده بصورة واضحة بصورة واضحة طيب العد العادي العد العادي بقى لأ العد العادي بيتعمل بطريقة تانية اكتب لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عش عش عشرة كده يبقى انا كده ايه واحد متر بعدين حداشر حداشر يبقى انا كده ايه واحد متر واحد ديس اتناشر واحد متر اتنين ديس كده ده كده عد عادي طب بنقط لا بنقط 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 هابدلك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نقطة عند النقطة العشرة هامل ايه هامل ايه هامل لك كده زيرو زيرو نقطة زيرو واحد نقطة زيرو تلاتة النقطة النقطة دي معناها ايه؟ النقطة دي معناها ان انا في المتر الاول والديسي متر ردي بتتعال يعني عند الزيرو زيرو نقطة دي معناها ايه؟ معناها ان انا قطعت واحد متر ومفيش ديسي هات واحد متر بسبب تمام؟ اني الشائع في دول استخدامي تمام؟ ده العد العديد متر القامة بيبقى شكرا عمل كده تمام؟ احنا قلنا ان المتر بيبقى فيه 10 ديسي متر والديسي متر 10 سنتيمتر والسنتيمتر 10 ملي متر كلام ده هنشوفه كبير اولا هو ما بيبقاش كده في الحقيق المعدول ده انت بتشوفه جو والليفل يعني لما تبص من عدسة الليفل بتشوف الشكل المعدول ده لكن هو في حقيق الارقام دي تبقى معكوس يعني كأنك عامله كده ارقام دي تبقى معكوس طب ليه معكوسة؟ لان اصلا الليفل بيقرى صورة معكوسة يعني ايه بيقرى صورة معكوسة يعني بيعكس الصورة الحقيقية تمام؟ طيب طيب دلوقتي انا كده في نطاق الثلاثة ديسيمتر في نطاق الثلاثة ديسيمتر ومافيش امطار انا سيظهر على المتر اللي هو العد العيلي ومافيش امطار تمام في ناس تقولك ايه تعالي هنا عند الرقم وامي كده علامة كاما طب اعمل المقامة جدي علشان كده الرقم اللي انا خطيته ده ده معناه انما متر يعني المفروض هنا ثلاثة ديسيمتر ثلاثة ديسيمتر يعني كم؟ يعني ثلاثة من عشر متر طيب ثلاثة ديسيمتر دول هيتقسمه مفروض هيتقسمه عشر سنتيمتر طب العشر سنتيمتر دول هيبانوا ازاي؟ هيبانوا مربعات ادي مربع اتنين تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وكل خمس مربعات او كل خمس سنتيمتر بيعملوا حرف اي زي ما انت شاير كده اجي حرف اي هوا ده بيحوي خمس مربعات او خمس سنتيمتر واجي حرف اي تاني وبيبقى شباين واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة طيب فاضل حاجه كمان طب ليه لونين؟ ليه احمر ويسود؟ عشان الرؤية تتضح احمر ويسود لونين مختلفين عن بعض تماما؟ مروز طيب هاقرع ليه ازاي؟ مش لما ازبطوا الاول هتقول لي الا ازبطوا؟ ازبطوا ازاي؟ اهم انا بستقولك ان متر القامة يعتبر جزء من جهاز مساحي فجزء من جهاز مساحي لازم يتثبط له بردو افقية فعلشان كده متر القامة هيكون في اي هي؟ بابل سيركلر بردو عشان اللي يبقى واقف مسكه يقدر يزبط افقيته مع الارض بردو هتقول لي دي شغل انا سوري تمام؟ نا مش شغل نصده واحد هقرع ليه ازاي؟ هقرع ليه ازاي؟ انت لما بتبص في العدسة العينية بيظهر لك هعمل كده الشعرتين اللي تحت وفوق دول اسمهم شعيرات الاستادية والشعرة اللي في النص دي اسمها الشعرة الوسطة الوفقية الوسطة ودي الشعرة الرغصية الوسطة هجيب بالزبط الشعرة الرغصية الوسطة امام؟ وشعرتين الاستادية هقول لك هدوثتهم بعدين طيب جات هنا خلينا متفقين اننا بمجرد ما الشعرتين نجوم في نطاط معين انا عرفت الامطار والديسيمتر منين؟ ما هو؟ ما هو؟ انا في نطاط ايه؟ ثلاثة ديسيمتر وما فيش انطار صفر تمام؟ يبقى خلاص انا كقراءة مبدئية انا عرفت انا فيه لسه هكمل بعد كده خانة سنتيمتر وخانة ايه؟ مليمتر تمام؟ طيب السنتيمتر ده بيتاسس ايه؟ السنتيمتر ده يقول لك عد عدد المربعات الكاملة تحت الشعر الوسط مش فيه يعني ايه؟ يعني دلوقت الشعر الوسط جات هنا عدد المربعات الكاملة تحتها كام؟ تقول لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة صند قراءة المليمتر هي ده اللي بيبقى فيها الأرور ليه؟ لان هي بتجي بالعين بالعين يعني دلوقت هي واقفة فين بالزبط في السنتيمتر واقفة في اخره تمام؟ فالمفروض واحد ملي اتنين ملي تلاتة ملي اربعة ملي غاية عشرة ملي يبقى زيرو يبقى انا بالزبط عند متر طبعا دي مش هيبقى فيها غلط قوي لان الشعرية واقفة بالزبط على طرف المربع لكن لو مثلا حاجة عاملة كده والشعرية واقفان انت مش عارف دي ستة ولا خمسة ولا اربعة ولا ايه؟ بس يعني هي تقريبيا مش في نص المربع هيفوقي بشوية فهيبقى ستة او سبعة هي بتنحصر بنقمتين دول الارور بتاعك بيبقى مكتوبة على الجهاز وغالبا دقة العين دي بتغطي الارور عادي يعني اما يبقى اتنين ملي مثلا دقة الجهاز اتنين ملي فعادي انت ضد في ملي في ملي بس فيش مشكلة طيب طيب شعرتين الاستادية، بيعمله اي هتاخد الارايات من عليهم نفس ارايات الوصب تمام شعرتين الاستادية بيقصوا المسافة الافقية شعرتين الاستاا checks بيقصوا المسافة الافقية ازاي؟ فرق ارايتين الشعرة العولية والشعرة الوسطية سوريو الشعر السفلة ده بسميه كي تبقى الديستنس الأفقية بتسوي كي في مية تمام؟ ده بالنسبة لشعيرات الديستنس انا بقى يبقى دلوقتي متر القامة قلنا انه هو في عشرة ديسيمتر يعني المتر الواحد في عشرة ديسيمتر والعشرة ديسيمتر متقسمين خمسة اسود وخمسة احم تمام؟ هايس اس زي بقى؟ هايس اس زي؟ قالك ان انا عشان هايس بين نقطتين بينما نسود نقطتين النقطتين دول لازم يتقرنوا بحاجة ثابتة يبقى في ديتم عندي معين اللي هو ايه بقى؟ المين سي ليفل مستوى سطح البحر تمام؟ مستوى سطح البحر المين سي ليفل طيب ده طبيعي جدا ان اي منسوبة هيتقاس من مستوى سطح البحر بس انا طبعا مش هارف اشوف مستوى سطح البحر فالدولة او مصلحة المساحة بتبقى هي عامل الموضوع ده عامل حاجة اسمها بنش ماركس يسموها بالعربي الروبير الروبير ده ممكن يكون روبير ارضي وروبير علوي الروبير الارضي ده بيبقى سيخ مدبوب في نقطة معينة في الارض تمام؟ السيخ اللي مدبوب في نقطة معينة في الارض السيخ ده من خلال مصلحة المساحة بيبقى معروف المنسوب بتاعه بالضبط يقول لك السيخ ده المنسوبة او النقطة دي منسوبة موجب عشر يعني ايه موجب عشر؟ يعني عشر درجات عشر امطار فوق المين سي ليبل تمام؟ العلوي ده بيسبتوها في المباني القديمة اللي يمكن تنهار بيبقى حاجة عامل يعني المبنى يبقى عامل كده ويسبتوها هنا يقول لك النقطة دي بالضبط على منسوب كان من المين سي ليبل فعندنا في الكلية هتلاقي ارض موجود في في الطرقة اللي هي بتاعت التكايبة في نقطة هنا كده وفي الجنين هتلاقي نقطة معروف منسوبة بزاق هي دي اللي هستخدمها كالضيتم بتاع عشان هي اسمن عليه تمام؟ عندي ميزانية طولية وفرقية وشبكية ثلاثة انواع من الميزانية الشبكية دي هيتم شرحها برضو بالتفصيل التطبيق بتاعها اللي هي خرايط الكنطورية وحجوم كعبات الحفر في شبتر تسعة اللي مسكوا المفروض يعني مام؟ طيب بس التالياتة بيعتمدوا على فكرة بسيطة جداً ان انا دلوقتي انا لو عند نقطة سماسين مام؟ كده والروبير بتاعهم او البنشمارك بتاعهم هروح اوقف متر القامة عند الروبير ده تمام؟ واشوف الاراية طبعاً انا عارف المنصوب بتاعها معي تمام؟ وهشوف الاراية وهاخد الاراية دي حاجة اسمها المؤخرة والمقدم يعني ايه الكلام ده؟ يعني المؤخرة المؤخرة اول اراية هتتاخذ من الجهاز المقدمة اخر اراية هتتاخذ من الجهاز قبل الرافع قبل ارافع الجهاز طبعاً فالمؤخرة والمقدم تمام؟ طيب انا بقيت بقى معي المؤخرة بتاعت النقطة دي هروح بقى اقف عليه نفسه بالجهاز هروح هقف على الروبير ده تمام كده والنقطتين اللي انا عايز اعينهم اهم هوقف متر قامة هنا وهوقف متر قامة هنا والجهاز انا ضابط له الافقاء انت مش معي ان فرق الارايتين دول عن بعض هيساوي فرق المنسوبة بينهم هقف دي واقول النهاية المؤخرة الاراية دي زي ما خدناها من على متر قامة زي ما قلت لكم شوية هقولها على الاراية دي المؤخرة لان هي اول الاراية انا قاريتها تمام والاراية دي خلاص انا هقسها وهرفع الجهاز هشيلو يبقى دي المقدم تمام يبقى الدلتا ايتش بقى مبين الاتنين يبقى ايه فرق المؤخرة من المقدم كله نقطتين همشى عليهم بروبير اعمل كده الفرقية والشبكية بقى ايه بقى ان انا ببقى موقف الجهاز حتة واحدة ده ما تشرحش باستفادة يعني او ممكن يتشرح باستفادة فمتوش قوي تمام وبقيس كذا نقطة من كذا اتجاه فبالتالي بعمل خريطة كنترية حاجة سريعة عن خريطة كنترية انا بقيس الخريطة كنترية ازاي لو عندي جبل كده تمام المفروض الجبل ده بيظهر دواير زيه برضو ما تقلنا في الرسم دواير كده طيب الدواير دي الفرق ده انا بعرفه ازاي فرق ده يقولك انا عايز خريطة كنترية بدقة واحد متر واحد متر يعني ايه فرق المنصوب ده يبقى واحد متر طب اتنين متر يبقى فرق المنصوب ده اتنين متر فهاجي هقطع ايس المنصوب بتاعدي ودول كلهم على واحد متر بقى على حسب اللي هو اي له تمام وام سقطهم بلان فيعمل لي الخريطة الايه كنترية بس يا جماعة ده كان جهاز الليفل وكان شابتر ثلاثة على قبل ما قدرت اوصله لكم كده هو شابتر جميل يعني